موسيقى في المهمة الجديدة منك من الأشياء الإدافة عن نسخة يوسف في الزواوي كيف هي الإضافة وكيف هي البصمة من المسخة يوسف؟ كيف سألت أن يوسف كنا نكون قسمي كنا نأخذ في مبعضنا مع كل مقدمة وكل مجموعة حيث يمكنني أن أتحرك إلى مرحلة أخرى. أتحرك إلى أكتراحات أخرى. ومع هذه الأكتراحات موالدة المرحلة. لا أكتب أن تكون هناك شيئا. نتخلص في التفاصيل. ما هي الأكتراحات هذه المرحلة؟ بالنسبة لإدارة الفنية. لدينا عمل كبير على مستوى المراكز الإقليمية. وهناك برصدرية وليسي سبورتيف. هذه المراكز لا يصبح مراكز جديد في الجنوب؟ نحن حارصين بالتبيعة. دعوة كبيرة برشا وحارصين. لأن العملية ليست كاملة في دراسيون فوتبول. نحن ساعين. لكن نستنى في المساعدة من الأطراف الجهوية ومن الوزارة البيبور رياضة. من خلال فتح أنسانتر داكوية جديدة اللي هو سانتر ديليت. كما عنا في برصدرية مركز أعداد النخبة. يكون عنا مركز أعداد النخبة كذلك في سفاقس. علش الموضوع هذا؟ لأنه مكتشفين وعلى قناعة أنه العمل على مستوى مراكز هذه التكوين. العمل هذا يوصل أفضل من أنه الملاعبية. لأنه ثم لاعبين خارجين من نوادي ما عنداش مكانيات كبيرة. وبالتالي من الجموش يخلطوا المستوى بعيد. نزيد زيادة أنه إذا كان نجيبوا لاعبين من سفاقس ونجيبوا لاعبين من جرجيس ومن مدنين ومن قابس وإلا من قفصة وإلا من قبلة. اللاعبين هذوم اللي هما موجودين بكثرة. مستويات على لاعبين بهين برشا. نجيبوهم البورستدرية يلزموا يرجع في آخر الأسبوع يلعب المواريات مع ناديه. اكتشفنا أنه صرنا عبارة عاقبه في الواقع. الواقع يخسر فوتفون سبور ما مستحيل وهذا يسبب بنا حاجة. سبب بنا حاجة اللي نحنا ما نحبوهاش أنه اللاعب يخسر قرايته. لأنه وقت لي يتنقل نهارة السبت يطلع بشي يلعب مثلا في جرجيس. ولا من صفاق بشي يلعب ماتش في جرجيس. ويعاود يرجع ليلة لحد ولا نهارة للاثنين الصباح. أكيد بشي يخلط في وضعية وفي حالة بشي يكون مهوش مستعد أنه يزاول دراسة. واحنا الهدف في ميليستركتور داكوي أنه نوفقه بين الدراسة وما بين كورت القدم. نحبوا ملاعبين يرتقيوا حتى في المستوى التعليمي وفي مستوى مهم جدا للمستوى الثقافي ومستوى التعليمي. وذلك عليش حرصين أنه الملاعبي يكون يتمرن مرتاح ويقرأ مرتاح. والدعوة والحرص ومواصلين إن شاء الله بإذن الله بش نحدثوا الموضوع هذي متاع مركز إعداد النخبة في الجنوب للمستوى متاع الفرق اللي في الجنوب. كذلك ثم موضوع مهم جدا اللي حرصين عليه توا حرص كبير وبقدرة الله عنا موافقة مبدائية من وزارة الشباب والرياضة. اللي هو المسالك الرياضية بالجهات. ما معناه المسالك الرياضية؟ النوادي عندنا مشكلة على مستوى الشبان هي ما يسمى بالزمان المدرسي. نعام الجناعين. نحن نحن نستطيع عائل الجوار دو فا etti سيطاع يوم جوار. في صيح الرياضية. لا يجب لا يجب أن تنمينل المرتاح في اليوم. لأجب أن تنمينل مرة واحدة. وقت روح هو الستة الثا własتيات. ولا كماش نقوله احنا جيعان اه مسكين اه اه التعبان نقص نو منعن شنو تقولوا يجا تمرني تمرنوا اه سانك كاتيجوري والاسيس كاتيجوري في اه تيران يقسموه كل واحد يا اخوة ويتام. اه. وتمرنوا روحة. سا صارت لا. اوكي. اش عملش ما عملش بصيبان بروبلين. اوكي جاو ومشاو. اوكي تمرن. السيستام الجديد هداين على المسلك الرياضي. كورة القدم محرومة من المسلك الرياضي مقارنة بالرياضات الثانية والفردية. وبالتالي سيقع احداث اه اقسام رياضة خاصة بكورة القدم في الجهات. الاقسام الرياضة هذية بقدرة الاختيار متع لاعبين يكون من طرف اليدارة الفنية. دانك ليميور دان شاك زون ليميور دان شاك كلوب. اه يقع الحاقهم بالمسلك الرياضي. ويتمرنوا ويدرسوا يكون عندهم برنامج مخفض. كريب بتنسيق مع وزارة التعليم. وزارة التربية وكذلك وزارة الرياضة زوس. اه مستوى وزارة التربية هو الاستركتور داكوهي وزارة التربية. كم في مي بتم الاتفاق عليه. ا اه نسبة كبيرة نسبة ثمانين تسعين بالمئة. وقت اشتبدا ان شاء الله. تبدا في الموسم الدراسي الجديد من لانو طار يلزم يقع احداث اقسام واحداث مجموعات. اه ممكن ينصر يقع تجميع لانو احيانا اه يختلف المستوى. ممكن تجرى تعمل مجموعة تعمل موليد انتي الفين وستة ولا الفين وسبعة. فيهم مشكون يقرأ ويتيان فيهم مشكون يقرأ اه فيهم مشكون يقرأ اه نوفيا ماني. وبالتالي اه اتفقنا معهم انو يقع اه على الاقل تجميع اللاعبين مع جماعة الرجبي مع جماعة البسكيت مع جماعة الفوليبول. من خلال هالبرنامج هذي اه اكيد باش نحسنوا الفوليوم دو ترافيل لانو عنا انا ان جران بروبلم في تونس اللي هو الفوليوم دو ترافيل. احنا نحبه مكونوا ملاعب محترف على مستوى عالي يزموا اه عشرة الاف ساعة. العشرة الاف ساعة هذي من يمشي تجيبها انتي. وقت اللي تعمل لا مويان احسن كلوب في تونس مخلطش الخمسة الاف. اه. وخلي عمنا الاستاتيستيك نلقوا احسن كلوب في تونس. هما اربعة ولا خمسة جمعيات كبار اه. ما فاتوش الخمسة الاف ساعة في تكوين ملاعب يخلط سينيور. وتحب انتي غدوة اه تكون على مستوى عالي تمشي الكوب دي موند وتكون اه ايقال هكا معاهم الناس هذوم الكل. دونك اه الاتجاه متع اليدارة الفنية. انا ويقع الترفيع في اعداد الساعات هذي متع التكوين من خلال اه انتلاق العمل من ستة سنين. دونك اه ركزنا اكثر توا من خلال التعامل مع الجمعيات الرياضية. اه عنا فوتبولة نوفتة ومشين فوتبولة ساتي فوتبولة سانك. اه الفوليوم دو ترافايد. دونك نرجع الموضوع عمتع المسلك الرياضي. اذا كان نزيدوا احنا في الفوليوم اكيد الفروية بش يكون افضل. اكيد بش النوادي حتى الهاوية بش تعطي فرصة للنوادي المحترفة في لاعبين افضل. في لاعبين مؤسس. لانه المشكلة احيانا نجيب لعب من الاندي الهاوية. يكون عنده امور فنية كويسة. يكون عنده امكانيات فنية طيبة. لكن اه على المستوى البناء البتوسكي بسيكوموتور معناها دوباز. موقعش التأسيس ليه صحيح. وقت اللي يولي يقرأ توفي المسلك الرياضي يقع التأسيس صحيح. يولي هكا لانه احنا في الديفيرونت كاليتي فيزيك. يلزم ثمه مثلا اذا كانت كلمه على المورونة ولا على التناسق الحركي. اذا كانت جاوزنا ستة سبعة ثمانية تسعة سنوات. مالجموش نطوروا فيهم الخصائص هدوما. كيولي اللاعب يمر بالمدرسة ويقع على التأكير على البرامج هذه في المدرسة وفي النادي. اكيد بقدرة لالفروي بشيكون افضل شوية.